اهلا بحضراتكم في هذه التغطية الهمة واللي هنتكلم فيها عن المشروع القومي للتبرع ببلازما الدم ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما طيب احنا خلال الايام اللي فاتت يمكن سمعنا عن المشروع العظيم ده وبنسمع انه لازم كلنا نروح نتبرع لانه بلازما الدم بنستخدمها في علاج امراض كتير جدا ده غير انه فيه فوائد بتعود على المتبرع نفسه كمان بقى فيه ضرورة لتوطين صناعات البلازما في مصر وتأمين حياة المرضى هنحاول من خلال هذه التغطية نقدم لكم معلومات مبسطة عن الموضوع لانه طبعا اكيد فيه اسئلة كتير بتدور فيه افكارنا عن الموضوع يعني مثلا اللي عايز يتبرع ازاي يتبرع ببلازما الدم وايه هي الخطوات وليه لازم نتبرع وايه الاماكن اللي بتستقبل المتبرعين خلونا نبدأ نجاوب مع حضراتكم عن هذه الاسئلة خلال تغطيتنا ازاي تتبرع ببلازما الدم وزارة الصحة خصصت ست مراكز لاستقبال المتبرعين لتجميع البلازما موزعة بخمس محافظات على مستوى الجمهورية واللي انطلقت فيها المشروع ومقرها مركز الدكتور ايهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بالعجوزة محافظة الجيزة المركز الاقليمي لنقل الدم بمدينة دار السلام المركز الاقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية محافظة القاهرة المركز الاقليمي لنقل الدم بمحافظة الاسكندرية المركز الاقليمي لنقل الدم بمدينة طنطا محافظة الغربية المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة ألمنيا كمان من المقرر الانتهاء من تجهيز حوالي 20 مركز خلال العام الجاري أما بنسبة لموعيد العمل بمراكز تجميع البلازمة هو طوال أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحا حتى العشرة مساء طيب إيه هي الشروط الواجب توفرها للمتبرع أولا أن يكون المتبرع فوق سن 18 سنة ويتمتع بصحة جيدة ولا يزيد عمره عن 60 عام والوزن أكثر من 50 كيلو جرام ولم يتبرع بالدم خلال الثلاث أشهر الماضية كمان لا تزيد فيه حالة الأنيميا أما إذا كان لديه أمراض مزمنة مثل السكر لابد أن يكون لديه دواء يسيطر عليه ويسيطر على الضغط يشترط عدم أخذه للأنسولين وأنه لا يعاني أيضا من أي مشاكل صحية في القلب أو الكبد أو الكلة أو الغدة الدرقية كمان بيتم الحصول على عينها تتراوح ما بين 250 إلى 750 ميلي جرام من البلازمة حسب الحالة الصحية للمتبرع أثناء الجلسة وكل فصائل الدم المختلفة يمكن لأصحابيها التبرع ببلازمة الدم طيب ليه لازم تتبرع ببلازمة الدم؟ ليه في مناشدات كتير من وزارة الصحة للمواطنين عشان يتبرعوا لازم نشير في البداية إلى أن التبرع بالبلازمة له فوائد للمتبرع والشخص المريض لأنها تساعد الجسم على تجديده يعني هي بمثابة عملية تنشطية للجسم لأنه هيقوي جهازك المناعي وأيضا ينشط نخاع العظام طيب ليه بتتبرع؟ بنتبرع علشان نوفر الأدوية المشتقة من البلازمة لإنقاذ حياة المرضى هذا مشروع يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازمة لتوفير الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة وأمراض الدم وأيضا الكبد والكلة والحروق وسرطان الدم وأمراض الهيموفيليا كمان تبرع مهم لأن مصر كانت تستورد بلازمة الدم من الخارج لكن مع جائحة كورونا أصبح من الصعب استرادها من الخارج وده دعا لضرورة توطين صناعات البلازمة وتأمين حياة المرضى عملية التبرع مش بتاخد أكتر من نص ساعة لساعة إلا ربع ثم نتأكد من أن الحالة الطبية والصحية للمتبرع بعد التبرع جيدة كمان بيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في المراكز وأيضا استخدام مطاهرات وأدوات تعقيم لمواجهة فيروس كورونا طبعا وزارة الصحة والسكان كانت خصصة خط ساخن لتلقي استفسارات المواطنين عن المشروع القومي للتبرع ببلازمة الدم على الخط الساخن 15-33-5 لو أنت عمرك من 18 وحتى 60 عام ووزنك أكتر من 50 كيلو جرام ومعندكش أنيميا عالية وإذا كنت مريض سكر لكن مش بتاخد أنسولين ومعندكش مشاكل في القلب أو الكبد أو الكلى أو الغدة الدراقية وأيا كانت فصيلة دمك أنت ممكن تتوجه لأقرب مكان ليك وتتبرع ببلازمة الدم تبدأ نكون جاوبنا على كل الأسئلة اللي عايزين تعرفوها بخصوص التبرع ببلازمة الدم شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة وانتظرونا في متابعات إخبارية على مدار اليوم في اليوم السابع وإلى اللقاء